عاشت المملكة خلال اليومين الماضيين على وقع تأثيرات منخفضا جويا عالي الفعالية صنف على أنه من الدرجة الرابعة بحسب مؤشر طقس العرب للمنخفضات الجوية وبلغت كميات الأمطار أرقاما عالية قاربت حاجز المائة والخمسين مليمترا في أحياء العاصمة عمان وكانت عموما ما بين خمسين إلى مائة مليمتر في أجزاء مختلفة من المناطق الشمالية والوسطى ونتيجة الهطول المطري الكبير امتلأ سد الملك طلال فوق طاقته المعتادة وذلك للمرة الأولى منذ أربعين عاما حيث بلغت كميات المياه التي صبت فيه نحو أحد عشر مليون متر مكعب فيما بلغ مجموع المياه المخزنة في السدود نحو مائة واثنين وستين مليون متر مكعب أذو أعلنت وزارة المياه امتلاء سدود الوالى والملك طلال ووادي شعيب حيث بلغ حجم المطر التراكمي المتساقط على كافة مناطق المملكة 95% من المعدل السنوي طويل الأمد